الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه له إلى يوم الدين وبعد فإن الاعتراف بالفضل لأهل الفضل وإن الوفاء لمن أحسن أمر حنف وإذا كان الإسلام أمعنا أن نكافئ أو أن نقابل السيئة بالحسنة فقال سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبعوا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إذا كان الإسلام أمعنا بذلك مع من أساء إلينا وتصف السيدة خديجة وضي الله عنها نبينا صلى الله عليه وسلم فتقول كان صلى الله عليه وسلم يعطي من حامه ويعفو عن من ظلمه ويصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه فما بالك باليد التي امتدت إليك بالمساعدة ولا سيما إذا كانت امتدت إليك وقت حاجتك وشدتك وعب العزة يعلمنا فيقول وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَلَا يَنْسَى الْفَضْلَ إِلَّا لَئِيمٌ وَلَا يَذْكُرُ الْفَضْلَ لَأَهْلِ الْفَضْلِ إِلَّا كَرِيمٌ يقول الشعب إن الكهامة العظماء الأصلاء إن الكهامة إذا ما أيصاوا زكأوا أيصاوا قصبهم الغنى السعة اليسار زكأوا من إن الكهامة إذا ما أيصاوا زكأوا من كان يألفهم في الموطن الخشني من وقف إليهم وقت الحاجة وقت الشدة أما اللئيم فيتنكر لمن أحسن إليه ويسيء إليه على حد قول الشعب أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية فكم من تلميذ تنكى لأستاذه وربما تطاول عليه وكم من متعلم صنعة تنكى لمعلمه وتطاول عليه والأسوأ من ذلك أن يتنكى الصديق لصديقه وأن يتنكى أحد الزوجين للآخر وأبو العزة يقول ولا تانسوا الفضل بينكم وأسوأ من ذلك من يتنكى لأبيه وأمه وأعمامه وأخواله ومن أحسن وقت الصغر إليه فلما شب عن الطوق نسي كل هذا الإحسان ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لم يشكر الله من لم يشكر الناس وفي الحديث القدسي عمدي لم تشكرني إذا لم تشكر من أجعت لك النعمة على يدي ويقول سبحانه أنشكر لي ولوالديك ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم من أزدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطعوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافتموه ويقول صلى الله عليه وسلم من أزدى إليه معروفا فليذكروا فمن زكأ فقد شكأ عن سيدنا أبي هراءة رضي الله عنه أنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة أتتك معها إناء فيه إدام طعب أو شعب فإذا هي أتتك فقال عليها من ربها السلام ومني وبشاها ببيت في الجنة من قصب وبشاها وبشاها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ وموجان لا صخم فيه ولا نصب وظل نبينا صلى الله عليه وسلم وفيا لها ولصاحباتها وكان يكرم صاحباتا لها ويقول إنها كانت تأتين على عهد خديجة إنه الوفاء ولعتعاف بالفضل لأهل الفضل نسأل الله أن نكون منهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة